قمة استثنائية بشأن مالي الأسبوع المقبل تعلن عن عقدها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس في أعقاب تقديم السلطات المالية مقترحاً بتمديد الفترة الانتقالية مقترح يأتي لينسف إعلان سلطات باماكو في وقت سابق عن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شهر ففري الداخل وهي المحطة التي استعصى الذهاب إليها في ظل الفوضى وموجة العنف التي لا زالت تضرب البلاد ما يعني أن العودة إلى مصاري الديمقراطية قد يتأجل بين ستة أشهر إلى نحو خمس سنوات على الأكثر وفق مخرجات المؤتمر الوطني لإعادة البناء الذي استمر أربعة أيام واختتم الخميس وزير خارجية مالي أكد عقب اجتماع جمعه السبتة مع الرئيس الغاني الذي يرأس مجموعة إكواس أن ما طرح تمديد لخمس سنوات مع الإشارة إلى أنها أقصى مدة وهي المدة التي اقترح الأخذ بها وقالت إكواس من خلال بيان لها إن وسيط المجموعة بشأن مالي سيزور باماكو يوم الإربعاء المقبل لتباحث مع قادة البلاد حول المقترح بعد الطلاع المنظمة على مسودة الجدول الزمني للانتخابات المقترحة من السلطات المالية وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس قد فرضت عقوبة على المسؤولين في باماكو بسبب تأخر تنظيم الانتخابات وتسليم السلطة للمدنيين وتوعدت بالمزيد منها إذا ما لم يتم تقديم خطة للانتخابات بحلول نهاية 2021